منذ أن وطأت أقدام المحتل أرض العراق لم تتوقف هواجس تقسيمه فهي تخفت تارة ثم تعود للواجهة تارة أخرى على وفق ظروف التصعيد السياسي وإزاء تزايد المشكلات التي يعاني منها ملايين العراقيين في الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والبطالة في أوساط الشباب التي وصلت ذروتها ولمصالح دولية وإقليمية تسعى لتجد العراق مفككا ومجزأا جاءت الأصوات النشاز التي تنادي بإقليم البصرة وبحسب مراقبين فإن حديث الإقليم كحل لأزمة البصرة الخدمية والاقتصادية لا يمثل إجماعا بصريا نظرا لهوية المدينة السياسية وأنها منخارطة في تدعيم قوة السلطة المركزية لكن هناك أياد خفية تدعم هذا الخيار لتنفيذ أجندات خارجية وإذا كان لابد من تركيز الجهود في هذه المرحلة على قضية وطنية محقة فلا ضرر من منح المحافظات العراقية المزيد من الصلاحيات لإدارة شؤونها ومع أن عدد نفوس البصرة تزيد عن مليونين سمة إلا أن العشرات فقط من المؤيدين لمشروع تأسيس إقليم البصرة خرجوا في مسيرة مطالبة بالإقليم وبحسب مختصين بالشأن العراقي فإن الدعوات المستمرة للأقاليم في أنحاء العراق لن تتوقف وسوف تتفاقم وسنجد حراكا مطالبا بأقاليم أخرى قد تشمل جميع محافظات العراق الواحد ما لم تتوقف البنية الإدارية المترهلة للدولة ممثلة بوزاراتها عن مقاومة تطبيق قانون إدارة المحافظات الذي يضمن على الأقل تمسك الدولة عبر تخليل المحافظات عن بعض وزاراتها وليس جميعها العراق عصي على التقسيم لأسباب جغرافية محضة ولكن يبدو واضحا أن أرتالا من الموندسين الذين ينفذون أجندات يسعون لتفكيك العراق وتجزئته وتفسيخ كيانه وجغرافيته وحدة العراق خط أحمر وهناك طبقة لا يستهن بها من مثقفي العراق وقواه الوطنية التي ترفض أي حديث عن تقسيم العراق وهي تذهب إلى أن ما يجري في العراق الآن هو صراع سياسي وتنفيذ لأجندات خارجية وأن تقسيم العراق هو بدواعي تدميره وإضعافه كونه يمثل بوابة الوطن العربي الشرقية تجاه المشروع الإيراني ولأنه أيضا كان عدوا حقيقيا فاعلا لإسرائيل وأمريكا التي تحاول تنفيذ مشروع التقسيم الذي طرحه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في حزيران 2013 بكل الطرق